الثاني عشر من الأشرب المباركة لبن إذا أكل أحدكم قال عليه الصلاة والسلام طعاماً فليقول اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيراً منه وإذا سقي لبناً فليقول اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه يعني ما في خيراً منه قال وزدنا منه فإنه ليس شيء يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن ولذلك هذا اللبن الذي ترضعه الأمهات أطفالهن فإن الطفل يضل عامين مقتصراً في غذائه على لبن أمه وينمو كأحسن النمو الثالث عشر